إذن من المرحلة الثالثة أو الرابعة إلى المرحلة السابعة كيف تمولها؟ مين هو اللي يمولها؟ الدولة ما تمول؟ طيعة الخاص ما يمول؟ من هو الممول؟ لذلك ظهرت أساليب مختلفة للتمويل مثل الـ Venture Capitals الـ Angels إلى آخره لتمويلها ومحدودة حقيقة حتى في العالم محدودة وما يمولون كل المشاريع لأنهم محدودة لكن حتى التمويل هذا تحتاج لبنية صحيحة ولذلك الجامعة جامعة الصحار حالح عديد من جامعات العالم أيضا وعدت أهمية هذا وركزت على دور ريادة الأعمال والاحتضان للـ Startups للـ Small Companies للـ Medium Companies ووصولا إلى تقربها إلى المراحل التسويقية بحيث تلقي الاستثمار لذلك جدًا ضعحل التسويقية لذلك جهزة مات الصحيحة